كل يوم بنسمع فيه عن مصطلح جديد لدرجة ان في كتير من السيدات مش فهم انواع التأشير طب انا انهو اسلوب في التأشير هو للبشرة طبعا هقدر اعمله عشان اوصل لاحسن نتيجة خليني اعرف منك ايه هو الجديد في عالم تأشير البشرة وازاي اقدر اعملها هو التأشير مش موضوع الجديد هو الشركات الاول هو التأشير مصطلحات كتير بنسمحها عايزة افهمها منك شكل مبسط كل مصطلح منهم او الخدمات اللي عندك لتأشير البشرة بيكون ايه وازاي انا كسيدة اشوفها اكون فهمها الاول هو التأشير مش مناسب للكل يعني مش لجميع الاعمار هو فيه الاول ليه عمره معين وفيه فيه مخاطر يعني مثلا الحوامل والمرضعات ما يقدرواش يعملوا لان اصلا التأشير فيه مادة سما الجسب يمتصها فاي ستة حامل او مردع ما تقدرش انها تعمل التأشير ده اولا ثانيا كمان ان مش يعني مش في كل الحالات ننصح بالتأشير فيه حاجات تانية كتير بديرة للتأشير اهمهم مثلا زي جلسات تنظيف البشرة هي ممكن تكون مش محتاجة تأشير ادنى محتاجة مثلا جلسة تنظيف للنظارة التأشير وكمان مش مثلا باستمرارية ده هو مش اعله مثلا من واحد وعشرين يوم او كل شهر بحيث انها تقدر تقرر الجلسة دي تاني طيب خليني افهم منك النتائج اللي انا شايفها قدامي دلوقتي على الشاشة دي ازاي قدرتي توصلي لها؟ يعني هل بقعد الكشف فيه معايير معينة على اساسها او بتعملي بلان على اساسها بتمشي الجلسات دي ولا بتوصلي الزي الستراتيجية؟ اكيد طبعا هو الاول طبقات الجلد اللي انا ببقى عايزة اوصل لها بحيث ان انا اقدر اوصل للطبقة بالزبط اللي انا عايزة اقشارها بلاس كمان انه بيبقى فيه طبقة حماية بلاس الاكسترالايتنينج اللي انا بقدر ان انا ازوده قد ايه كمان بلاس المفروض ان انا اكون عارفة هل البشرة القدامي دي هتتقبل التأشير ده ولا هتتحرق يعني المفروض بخلي بالي من الحاجات دي كلها انا بقى فيه حاجة عندي مميزاني جدا في التأشير ان التأشير عندي هو فن يعني حت التركيب التأشير ده مع نوع التأشير ده انا عندي خلط التأشير وخلط التأشير ده مش موجود في كلينيكس كتير بالعكسة هو يعني يعني ايه خلط التأشير؟ خلط التأشير ممكن اجيب منتج وجيب منتج تاني واركبهم على بعض ده معنا ميكس ما بينه عشان توصل التركيب اه بس بطريقة طبعا معينة لانه من المواد الحارقة لما يفعش اي حد يستخدمها في اي وقت دلوقتي كترت كمان احماض الفواكه المنتشرة جدا على الفيسبوك وعلى يعني وعلى حاجات كثيرة جدا بتجي رزوط كون اه لا خالص ده بيتحرقوا منها في البيت وكل بيبقى فاكر ان الموضوع سهل وبسيط وبيجي لي حالات كثيرة جدا محروقة بسعب الموضوع ده اه فانا التأشير المفروض ان هو بيكون تحت اشراف طبي قوي والمفروض ان يبقى فيه ملاحظة حد فاهم حد عارفه وبيعمل ايه بالزبط مش مجرد مادة بتتحطه خلاص لا التأشير ده لتكنيك معين خاص به لازم نبقى احنا ملتزمين به ومشيين عليه يعني مش اي حاجة كده وخلاص طيب كل سيدة بتكون جايالك العيادة بتكون عايزة انها توصل للنتيجة في اسرع وقت ممكن بعد الكشف بقدي ايه نقدر نقول ان احنا نقدر نحكم على الريزلت اللي حنشوفها يعني فيه كيزز ممكن تحتاج شهر فيه كيزز تاني ممكن تحتاج مثلا اربع خمس شهور بس طبعا بتوصل من خلال من ثلاث لاربع جلسات بيبتدي يباني التحاصل جدا وكل بيبتدي يلاحظ وده الحمد لله اللي عمالي اسم كبير في الفترة الاخيرة اللي انا شغالة فيها دي الحمد لله يعني